نبتدي عطول مع بعض بأخبارنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى بالأمس اتصال هاتفي من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن وخلال الاتصال تم تناول عدد من موضوعات التعاون المشترك وصوب التعزيز العلاقات الثرعية بين البلدين الشقيقين وكمان تم التباحث حول آخر مستجدات القضايا الإقليمية والدولية كمان مبارح سيادة الرئيس عام الاجتماع تابع فيه مشروعات وزارة الرئي على مستوى الجمهورية وخلال الاجتماع تم عرض الموقف المائي بواجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب وجه سيادة الرئيس بالاستمرار في التوسع في نظام الرئي الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات وزارة الري على مستوى الجمهورية وقد تم عرض الموقف المائي بوجه عام على مستوى الجمهورية والاحتياجات المائية وتوفيرها للمشروعات الزراعية ومياه الشرب فضلاً عن موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها خاصةً مشروعات تدعيم المنشآت المائية إلى جانب مشروعات حماية وتطوير الشواطئ كما استعرض الدكتور محمد عبد العاطي جهود التحول لمنظومة الرأي الحديث فضلاً عن مستجدات المشروع القومي لتبطين الطرع على مستوى الجمهورية بإجمالي طول 20 ألف كيلو متر بالإضافة إلى جهود حوكمة استخدام المياه الجوفية خاصةً من خلال التحديث المستمر لقواعد البيانات للآبار الجوفية لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاستمرار في التوسع في تطبيق ونشر نظام الرأي الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية لما يتمتع به من سرعة التنفيذ وتوفير المياه وذلك كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارة مياه الرأي وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الطرع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية كما وجه السيد الرئيس بالعمل على تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الآمن للمياه الجوفية في مصر بما يضمن إتاحة هذا المورد المائي غير المتجدد للأجيال القادمة مع المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفي وكذا وضع خطة لاستكشاف الخزانات الجوفية وأضف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الرأي عرض جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي وموقف تطبيقات الرقمنة في إدارة المياه وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة كما تم عرض جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الرأي لسيما دول حوض النيل حيث تحرس مصر على المستوى الثنائي على توفير الدعم الفني لها في هذا الصدد خاصة من خلال حفر أبار المياه الجوفية وتطوير المجال المائية وتجهيز المراكز المتخصصة للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وتدريب العديد من الكوادر الفنية المحلية كما تم في هذا الإطار استعراض التقدم المحرز على صعيد تنفيذ مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وضعا في الحسبان ما سيحققه هذا المشروع من تعظيم الاستفادة من الملاحة النهرية وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في تنفيذ مشروعات التعاون في مجال الرأي مع دول حوض النيل بما يساعد على تحقيق التكامل الاقتصادي بينها أخذا في الاعتبار الإمكانات والفرص المتعددة الكامنة لدول الحوض والتي تفتح آفاق التعاون والبناء وتطوير العلاقات المشتركة بينهم كما عرض الدكتور محمد عبد العاطي استعداد تنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي سيعقد تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان المياه في قلب العمل المناخي وذلك في إطار إيمان الدولة بأهمية محور المياه في قضية تغير المناخ والتي ستنعكس بالتبعية خلال استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة المناخ العالمية كوب 27 كمان في أخبار كتير ومهمة حصلت إمبارح منها اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكمان القرار الخاص بأجهزة عيد الفطر كل سلام حضراتكم طيبين في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بنظم الإدارة والتشغيل لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد الدكتور مدبولي على حرص الدولة على نجاح هذا المشروع القومي الكبير وأنه فيه تصور لتشكيل هيئة خاصة لإدارة المدينة زي ما حصل في المتحف المصر الكبير والمتحف القومي للحضارة كمان إمبارح رئيس الوزراء التقى المستثمر الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية لبحث فرص التوسع في الاستثمارات بمصر وأكد رئيس الوزراء على العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين مصر والإمارات قيادة وحكومة وشعبا وأن الدولة بترحب بالمستثمرين الإماراتيين في مختلف القطاعات إمبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي لاجتماع الخامس للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في اتخاذ التدابير الممكنة علشان تقلل من حدة التأثيرات السلبية للأزمة العالمية الراهنة وقال كمان إن في توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة والمحافظين بضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات خلال الفترة الحالية وبالنسبة لأجازة عيد الفطر المبارك أصدر امبارح الدكتور مصطفى مدبولي قرار بأن الأجازة هتبدأ من يوم السبت اللي بيوافق 30 إبريل لحد الخميس 5 مايو وهتكون الفترة دي أجازة بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك امبارح نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشائعات اللي ترددت بأنه ممنوع استحاب الأطفال في صلاة الجمعة أو العيدين بالمساجد المركز تواصل مع وزارة الأوقاف اللي قالت إن الكلام ده غير صحيح وما فيش أي قرارات صدرت بالشكل ده والمساجد مفتوحة للأطفال بشكل طبيعي سواء كانوا مع ذويهم أو كانوا بمفردهم في كل الصلوات مع مراعاة إن الطفل يكون عارف أداء المسجد ويحسن أداء الشعيرة شكرا